البارا سيكولوجي هي كلمة بتتكون من مقطعين بارا وسيكولوجي ومعنى كلمة بارا يعني خارج أو موازي أو ما وراء وسيكولوجي هو علم النفس فلما نحط المقطعين جنب بعض هنحصل على كلمة ما وراء علم النفس يعني كل ما يختبئ بداخل النفس البشرية وبيندرك تحتيها كل الظواهر النفسية الغامضة اللي ما بنقدرش نحط لها تفسير علمي واضح والظواهر دي بتعتمد على قوة النفس البشرية على إحداث تأثير في الطبيعة المحيطة بيها بصورة خارقة للطبيعة فتسمع وتشوف من غير عينين ولو دان تفكر في الحاجة فتحصل فجأة تشوف المستقبل في الماضي أثناء النوم وللأسف في ناس كتير بتستغل البارا سيكولوجي لخدمة مصالحها الشخصية فتسمع مثلا عن ناس بتزعم إنهم بيتطلعوا على المستقبل أو بيشوفوا هيحصل إيه عن بعد ونس تانية بتعمل جلسات تأمل ويوجا بيزعموا من خلالها إنك هتقدر مع التدريب المستمر إنك تنمي قدراتك على التركيز وتتحكم في الأشياء عن بعد ونس تلتة يوصل بيهم الاحتيال إنهم يعملوا شركات يعينوا فيها اللي بيسموهم الوسطاء الروحيين واللي بيقدروا باستخدام قواهم النفسية الخارقة يعرفوا أماكن الحاجات اللي ضاعت منك أو يكشفوا عن المجرمين في القضايا الجنائية أو حتى يتنبأوا بالأسهم اللي هتكسب في البورصة لكن في الحقيقة الظواهر دي كلها مفاتحها مش في إيد البشر وإلا ساعتها هنتحول لعالم أشبه بعالم السحر الأسود وعالم الشياطين فلو الناس بأمعها مفاتيح الظواهر دي هتستغل لها لمصالحها الشخصية وهندخل في دائرة مفرغة من عالم تهي من عليه قوى الشر كل واحد مر بالتجربة عارف إنها بتحصل له من غير اختياره بتحصل له من غير ما يكون مرتب لها ولا حاططها في دماغه عمرك ما هتفكر قبل النوم مثلا في المستقبل فهتنام تلاقيك بتحلم به لأن في منهجنا التوحيدي كمؤمنين إن ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي يعلم الغيب وهو اللي قدر يكشف السطار عن بعض ملامح الغيب لأي إنسان لكن مش باختياره ولا رغبته ودي مجموعة من أبرز الظواهر اللي بتندرك تحت اسم الباراسيكولوجي الدكتور مصطفى محمود بيحكي قصة من أغرب القصص اللي أحدثت طفرة في توجهاته الفكرية والفلسفية قصة خلقت مصار جديد في طريق الإيمان وغيرت نمط تفكيره من تفكير علمي مادي بحت لتفكير علمي يدلل على وجود خالق للكون ويوثق إيمانه بالله سبحانه وتعالى القصة ابتدت إن الدكتور مصطفى محمود كانت عدته إنه يصهر لساعات متأخرة وينام ويصحى متأخر فالتليفون رن الصبح بدري ورفع السماعة وهو مش قادر لإن النوم غلبه فرد وهو بيتتاوب وقال قالوه فرد عليه الناقد جلال العشري وعرف من صوته إنه كان نايم فاعتذر عن إنه صحاه وقال له هكلمك تاني لما تصحى وبعدين لما قفلوا السكة مع بعض نام الدكتور مصطفى محمود مرة تانية وحلم الدكتور مصطفى محمود إنه شاف النقد جلال العشري ماشي في شارع سليمان باشا ومعه زميله شوقي عبد الحكيم أحد الكتاب في مجلة صباح الخير وكانوا بيتكلموا كلام جاد كله في النقد والكتب وغيره ولما صحي اتصل بيه علشان يكلمه وقال له بالمناسبة أنا حلمت بيك وحكاله على الحلم بالتفصيل فاستغرب جلال العشري جدا إنه إزاي عرف التفاصيل دي كلها وهو نايم وهنا صعق الدكتور مصطفى محمود ودخل في دوامة من إعادة النظر في كل حاجة حواليه ومن ساعتها ابتدت اهتماماته الدينية تتوسع وعمل موسوعة على شكل حلقات كلنا عارفينها باسم العلم والإيمان وعلق على التجربة دي وقال إن اهتماماته ساعتها في الظواهر اللي شبه دي كانت محصورة في اليوجا والتصوف وفيدل يبحث عن تفسير اللي حصل له ده لحد ما وصل لإنها ظاهرة اسمها الجلاء البصري والسمعي إنك تشوف من غير عينين وتسمع من غير ودان وعكف على الكتب دي تماما وعمل كل التمرينات الممكنة علشان يستعيد بيها نفس التجربة وكانت النتيجة فشل زريع وما تكررتش التجربة على الإطلاق التخاطر ظاهرة منتشرة على ندق واسع وحصلت لنا كلنا ظاهرة بتعتمد على تواثق أفكار أو كلمات بترددها جوه عقلك ولسه هتنطأ بيها فاللي قاعد جنبك يقولها بتحصل كمان على شكل إنك تكون بتفكر في شخص ما وفجأة يتصل بيك أو يخبط على بابك ويقولك إنه محتاجك ضروري وفي ضوء التخاطر أو التلبسي انتشرت كتير من الإدعاءات إنك ممكن بالإرادة القوية والتركيز تتواصل نفسيا مع شخص إنت عايز توصله رسالة أو معلومة لكن مفيش نتيجة إيجابية موثقة علميا إن تجربة زي دي نجحت لحد دلوقتي فاحذروا من الدجالين ولصوص الوقت وبعيدا بقى عن الخرافات والنصب التخاطر اتعمل عليها أبحاث كتير كلها مرتبطة بعلم الأعصاب والدماغ واللي تم الوصول ليه هو إن المخ بيتعامل مع كل فكرة بتفكر فيها في صورة إشارات كهربائية كل إشارة كهربائية بتولد مجال مغناطيسي والمجالات المغناطيسية اللي بتصدر من أكتر من شخص بتأثر على بعضها البعض ومن هنا أصبح منطقي إنك تستنتج توارد الخواطر ممكن يحصل إزاي وبالذات بين الإخوات واللي تكوين دماغهم متشابه وفي عام 2012 وأثناء البحث ده كانوا بيستخدموا الكمبيوتر بيحاولوا يلتقطوا به المجال المغناطيسي لمجموعة من المرضى أثناء حدثهم لنفسهم وبالفعل الكمبيوتر قدر يلقطها وحاولوا يترجموا الإشارات دي لكلام يفهاموا البشر لكن ما يدروش يوصلوا النتيجة وما زال بيتم البحث في الموضوع تحت المجهر فلك أن تتخيل إن قراءة الأفكار ممكن تكون حقيقة في يوم من الأيام لو قدرنا نترجم الموجات المغناطيسية لكلام يفهموا الإنسان نيجي بقى لظاهرة نادرة الحدوث لكننا مؤمنين إنها حصلت وبتحصل وهتحصل حصلت من أول الأنبياء والرسل لما كانوا بيحذروا أقوامهم من الكوارث اللي هتحصل لهم في حالة إعراضهم عن التوحيد والإيمان بالله أو تبشرهم للمؤمنين برحمة ربنا سبحانه وتعالى والنعيم المقيم في الجنة وحصلت حتى للملحدين والمنكرين لوجود الخالق فبالنسبة للأنبياء ظاهرة رؤية المستقبل أو البريكوجنيشن بتحصل أثناء النوم على شكل رؤى وأحلام أو عن طريق الوحي لكن غير كده أي حد تاني بتحصل له عن طريق الأحلام والمنامات وبس ورؤية المستقبل من الظواهر اللي مفيش حد جزم بتفسير علمي واضح لها لأنها فيها سر من أسرار الوجود محدش يعرفه رؤية المستقبل في المنام تعتبر سبب قوي جدا للملحدين إنهم يرجعوا نفسهم في فكرة عدم وجود خالق للكون لأن الصاهرة دي بتكسر قانون السببية بشكل رادع ساعتها الإنسان بيقدر يشوف النتيجة قبل السبب والنزعة المادية اللي بتحتم حدوث السبب الأول بتضرب في مقتل واسأل نفسك إيه هي القوة اللي تعرفها اللي ممكن تحكي لك عن اللي هيحصل بالتفصيل في المستقبل وإنت نايم غايب عن الوعي ولا شايف ولا سامع جاوب عليها بشفافية وهترسخ عندك مفهوم جديد وحقيقة جديدة وعلى الجانب الآخر وفي محاولة من عالم النفس البريطاني ديفيد ماركس في تفسير الظاهرة دي قال إنها بتعتمد بالكلية على نظرية الاحتمالات فلو عندنا حدث معين احتمال كبير إنه يحصل فده هيكون جوانا هاجس إنه يحصل ونتخيل حدوثه والنام نحلم به فنصحى نلاقيه يتحقق لكنه أصلا كان حدث معلوم من البداية إنه يحصل وده جايز يفسر ظاهرة الحدث أو التوقع لكنه مش بيفصر رؤية تفاصيل دقيقة عن المستقبل من الحاجات المسيرة للإعجاب في أفلام الفنتازيا والخيال العلمي لما يكون بطل خارق بيستغل قدرته في التحكم في الأشياء عن بعد ومش بس كده لا ده كمان بيقدر يتنيها ويشكلها زي ما هو عايز وكل ده باستخدام قوته العقلية أو النفسية لكن بما إنه فيلم وتمثيل فهو بيسير الجانب الترفيهي أكتر من أي جانب آخر لكن اللي ممكن يسير الفضول المعرفي هو الصورة اللي قدامنا دي واللي بيرجع تاريخ تصويرها لسنة 1892 واللي بتظهر فيها الترابيزة مرفوعة عن الأرض وعلى الشمال الراجل اللي بيزعم إنه بيقدر يرفع الترابيزة عن بعد من غير ما يلمسها وعلى اليمين بيظهر باحث علمي بيتأكد إنه مفيش خدعة في الموضوع وإن الراجل فعلا مش نصاب فشيء يصير التساؤل جوانا هو بيعمل كده بجد باستخدام عقله ولا لأ وهل فعلا بيمتلك قدرة تحريك الأشياء عن بعد أو التليكنيسس بيجاوبنا على السؤال ده ساحر مشهور اسمه جيمس راندي وعنده خبرة كبيرة في عالم خفة اليد والخدعة السحرية وبيقول إنه عارف الطريقة أو الخدعة اللي بيستخدمها الناس علشان يبانوا إنهم بيتحكموا في الأشياء عن بعد ومش بس كده بيزعم كمان إنه عنده أسرار خدع كتير من اللي بتندرك تحت البهرة سيكولوجي وعامل مؤسسة بيعلم فيها الناس الخدع وحاطت جايزة قيمتها مليون دولار للي يقدر يوصل للسر بتاع خدعة التحكم في الأشياء عن بعد تجربة الاقتراب من النوم أو النير ديس اكسبرمينت هي تجربة بيحكيها كتير من الناس اللي عاشوا تجارب بين الحياة والموت زي حادثة عربية مثلاً أو حريق جامد أو السقوط من مكان مرتفع أو الدخول في غيبوبة أو حتى في حالة الغرق في البحر والتفاصيل المشتركة في كل روايات التجربة دي هو إن الشخص اللي بيمر بيها بيشوف نفسه بيخرج من جسمه ويبدأ يمشي في نفق طويل في نهايته نور شديد ما يقدرش يبصله ويبدأ يشوف شريط حياته في لحظة وكل اللي بيرجعوا من التجربة دي للحياة مرة تانية بيحكوا إنهم أصبحوا أكثر شفافية مع العالم وإن سلوكهم وتفكيرهم تغير بالكامل وحصل عندهم حالة ارتقاء نفسي غير مسبوقة وده طبعاً لأنه بزعمهم عاشوا تجربة شافوا فيها حقيقة الحياة والموت وأصبحوا على يقين بمسألة الإيمان والقدر والبعث وكل القضايا الدينية اللي بيختلف عليها البشر لحد النهاردة وطبعاً الله أعلم بصحة التفاصيل اللي بتحكيها الناس في رواياتهم عن التجربة الغمضة دي لكن في بعض الباحثين بيقترحوا إن التجارب من النوع ده هي نتيجة آلية تكيف خاصة في الدماغ البشري بتحصل لما الجسم يفرز هرمون الإندروفين بكثافة أثناء المرور بموقف يعرض حياة الإنسان للخطر وبيقولوا إنها مسألة كيمياء الدماغ أكتر منها مسألة إيمانية وفي النهاية إحنا ما نقدرش نجزم بتحكيها